معنا حول هذا الموضوع من الرباط مباشرة السيد دريس العساوي المحلل الاقتصادي سيد العساوي مساء الخير مرحبا بك إذن جلسة تأتي استكمال للاجتماعات السابقة التي ترأسها الملك محمد السادس والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني إذن نحن أمام سيرورة لتأهيل القطاع بطبيعة الحال هذه أكثر من سيرورة هذا تحول استراتيجي في منظومة التكوين المهني وذلك في الواقع جاء بعد مجموعة من المحاولات قبل أن نصل لخارجة طريق هذه حيث أن منظومة التكوين المهني كانت منذ 15 سنة تشتغل طبق منظور تم تجاوزه في الواقع وكان من الضروري أن نتحول بهذه المنظومة إلى منظور استشرافي الاقتصاد المغربي والمجتمع المغربي يتحول وكما أشرتم إلى ذلك فالنظر التي وضعها الملك محمد السادس ينظر استشرافية لتكوين سواء داخل المقاولة أو ما بين القطاعات وكان من الضروري أن يتم التفكير في ذلك أريد فقط أن أذكر بأن الجهات عملت منذ مدة على فتح اجتماعات ومجموعة من اللقاءات حول مسألة التكوين والتربية في الجهات من منطلق التخطيطات الجهوية واليوم نتوفر على مجموعة من التصورات وخاصة مجموعة من المهن المستقبلية لا يكفي أن لا نتعامل مع مسألة التكوين المهني بمنظور آس ومنظور غير حركي كان من الضروري أن نتفقد ما هي المهن التي لا توجد اليوم لأن مسألة التكوين المهني هي كالفلاحة لا يمكن أن نشتغل بمنطق واحد فعلينا أن نرى ماذا سيقع منذ من هنا 15 سنوات وعلى المغرب أن يستعد لذلك من خلال كل قطاعات الجديدة في الدكاء الاصطناعي مثلا من المهن التي يجب على المغرب أن يتوفر عليها لا شك وقد لحظت أنه تم إطلاق دينامية مدن المهن والكفاءات ما هي الانتظارات برأيك من تشييد مدن من هذا القبيل؟ هذه الفكرة وهذا التصور يتماشى مع ما يجب أن تقوم به الجهات فالجهات الجهوية الموسعة أعطت مجموعة من اختصاصات للجهات حتى تطلع بأدوار اقتصادية حتى تصير الجهات أقطاب للتنمية وليس فقط مجال ترابي محد فبتالي هذا التكوين يجب أن يذهب في هذا الاتجاه وهذه المدن للكفاءات والمعرفة والاختصاصات عليها أن تشتغل في هذا المنظور وفي هذا المنطق التكوين المهني سيد عيساوي تعلم أنه له أهمية قصوى فيما يتعلق بمستقبل الأجيال ما هي الآفاق برأيك التي يفتحها هذا القطاع أمام المجتمع كما أسلفت فهذا تحول في المنظور يعني هذه نظرة جديدة هذا جيل جديد من الأنظمة التكوين المهني فبالتالي بالنسبة للشباب بالنسبة للجهات بالنسبة للاقتصاد المغربي الذي مبني اليوم على مسألة الجهوية فعلينا أن نرى كل المهن التي لم هي ليست موجودة الآن وأن لا نتعامل مع أنماط التكوين القديمة والتي كانت تعتمد على قطاعات بسيطة اليوم علينا أن نتعامل بالنسبة لقطاع مثلا السيارات لقطاع الطائرات وحتى كما قلت لك الدكاء الاصطناعي الذي أصبح مجالا واسعا والمغرب يتوفر والحمد لله على طاقة بشرية يكفي أن نؤطرها وأن نضعها على السكة نشكرك جزيل الشكر السيد ريس العيسى والمحلل الاقتصادي